كشفت وزارة التربية الوطنية اليوم الاثنين في بيان لها رزنامة رسمية للعطل المدرسية للسنة الدراسية الفان واربعة وعشرون الفان وخمس وعشرون حيث شملت هذه رزنامة عطل الفصول الاربعة وحسب بيان للوزارة فقد جاءت رزنامة العطل على النحو الاتي عطلة الخريف تبدأ من مساء يوم الثلاثاء تسع وعشرون اكتوبر الفان واربعة وعشرون وتستمر الى غاية صباح يوم الاحد ثلاث نوفمبر الفان واربعة وعشرون في جميع المناطق عطلة الشتاء تبدأ من مساء يوم الخميس تسع عشر ديسمبر الفان واربعة وعشرون وتنتهي صباح يوم الاحد خمس جنفي الفان وخمس وعشرون في جميع المناطق عطلة الربيع تمتد من مساء يوم الخميس عشرون مارس الفان وخمس وعشرون الى صباح يوم الاحد ست افريل الفان وخمس وعشرون في جميع المناطق اما بالنسبة لعطلة الصيف فقد جاءت رزنامة على النحو التال قررت وزارة التربية منح عطلة الصيف للأساتذة ابتداء من مساء يوم الخميس عشر جويلياً الفان وخمس وعشرون أما العطلة الصيفية بنسبة للإداريين فتكون بعد الانتهاء من كل العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية إما فيها اجتماعات مجالس القبول والتوجيه ونشر نتائج الامتحنات الرسمية وتسليم الوثائق المختلفة للتلاميذ وكل العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي وأضافت الوزارة أن كل العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي تحدد كالتالي المنطقتان الأولى والثانية ابتداء من يوم الخميس 24 جويلياً الفان وخمس وعشرون مساء والمنطقة الثالثة ابتداء من يوم الخميس 17 جويلية الفان وخمس وعشرون مساء